كغيرها من محافظات المملكة حظية الطفيلة بالمبادرات الملكية والمشارع الاستثمارية التي طالت المجالات كافة ففي الصحة شهدت المحافظة نهضة شاملة سواء بالمراكز الصحية المتخصصة أو على مستوى إقامة مستشفى الطفيلة الحكومي بكلفة مالية تجاوزت 34 مليون دينار بعد إرادة ملكية سامية أتم المستشفى عامه الثاني بوجود أجهزة متطورة وكادر متميز صدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء مستشفى الطفيلة الحكومي في عام 2011 حرصا من جلالته على النهوض والتقدم بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في محافظتنا العزيزة وللتخفيف من عبء الخروج إلى خارج المحافظة على المواطنين والمرضى تم وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الطفيلة الحكومي عام 2017 بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون دينار وبمساحة 31 ألف متر مربع بسعة 188 سريرا كان عدد الإدخالات منذ الافتتاح ما يقارب 8900 دخول عدد مراجعي العيادات الخارجية منذ الافتتاح ما يقارب 166 ألف مراجع عدد مراجعي الطوارئ بلغ ما يقارب 131 ألف مراجع عدد العمليات التي تم إجراءها ما يقارب 2500 عملية منها عمليات نوعية وفي مجال التعليم والتعليم العالي حظيت المحافظة باهتمام من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بتأسيس عدة مدارس في كافة ملاطق المحافظة لعل أبرزها مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز وفي عام 2005 جاءت الإرادة الملكية بتأسيس جامعة الطفيلة التقنية كأول جامعة تقنية في المملكة لتنضم لشقيقاتها الثمان الأخرى من الجامعات الحكومية على مستوى المملكة جامعة الطفيلة التقنية أنشأت بإرادة ملكية سامية في عام 2005 وهي أول جامعة تقنية في المملكة الأردنية الهاشمية معظم تخصصاتنا في هذه الجامعة تقنية بامتياز والحمد لله سنويا عندنا برامج جديدة تقوم الجامعة بإنشاءها والحمد لله رب العالمين أعداد طلابنا تقارب العشر آلاف طالب في العام الدراسي 24 وكما تعلم من أهداف وجود هذه الجامعة تنمية المجتمع المحلي الحمد لله رب العالمين وجود هذه الأعداد من الطلبة يعني أدى إلى انتعاش في الاقتصاد في الطفيلة وفي وسط مدينة الطفيلة يقف بناء شامخ ليضم عددا من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات وليكون مبنى بلدية الطفيلة الكبرى علامة فارقة في وسط المدينة واليضافة للمكارم الهاشمية في تأهيل ورفع مستوى البنية التحتية في المناطق التابعة للبلدية وليكون مشروعا استثماريا تستفيد منه بلدية الطفيلة الكبرى نتحدث عن بلدية الطفيلة الكبرى وكان المنجز العظيم هو مبنى بلدية الطفيلة الكبرى هذا الصرح العمران الضخم الذي يتكون من ثمانة طوابق ثلاثة منها بارك وخمس طوابق يأتي في الوسط التجاري بتكلفه وسط حوالي 14 مليون دينار أهمية هذا المبنى بأنه يحتضن غالبية المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات وكان أيضا كان مصدر استثماري للبلدية بحيث أنه يتأتى من هذا المبنى حوالي 100 ألف دينار سنويا وفي مجالات أخرى استمرت المكارم الهاشمية في تطوير القطاع السياحة مثلا نفذت العديد من المشاريع لتطوير قلعة الطفيلة وإقامة المتحف فيها إضافة لمشاريع أخرى في مناطق عفرة والبربيطة والسلع والمعطن وبصيرة وبنظرة شمولية لكل مناطق المحافظة لا يخلو منها أي جزء من أثر هاشمي سواء بالمشاريع الريادية أو الاستثمارية بدءا من المدينة الصناعية مرورا بمشاريع طاقة الرياح والطاقة البديلة وصولا للمكارم الهاشمية بإقامة مساكن للأسر العفيفة في مجمل مناطق المحافظة لا تخلو هنا منطقة في محافظة الطفيلة من المبادرات والمشاريع الملكية مبادرات ومشاريع أدت إلى أن تكون هناك نهضة في كافة المجالات تعليمية وصحية وسياحية وغيرها أيمن الفقراء تلفزيون الأردني محافظة الطفيلة